شركات كبرى تغادر دبي وتغلق مقراتها الرئيسية بالامارات خشية تجدد الضربات من الحوثيين تفاصيل عجلة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كشف محللون عن التأثيرات الكبيرة على الامارات واقتصادها الذي يعتمد كثيرا على السياحة والتجارة عقب عملية اعصار اليمن والتي استهدفت مطار ابو ظبي ولم صفاحة واكد المحللون ان هذه الضربة القوية والموجعة التي لم تكن في حسبان النظام الاماراتي خلطت الاوراق الاقتصادية لديه وجعلت كثيرا من الشركات تعيد حساباتها كون الامارات لم تعد دولة امنة واول هذه الشركات شركة ال جي الكورية الشهيرة التي اعلنت نقل مقرها الرئيسي من دبي والجي هي الثاني اكبر شركة قابضة حيث تنتج الالكترونيات والكيمويات ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية هذا فيما هبطت اسعار اسهم شركة النفط الوطنية الاماراتية ادنوك عصب الاقتصاد الاماراتي مع تراجع الطلب عليها واقبال المستثمرين في اسهم الشركة على بيع سنداتهم الخاصة بالشركة في البورصات العالمية وجاء هذا التراجع على وقع الهجمات اليمنية التي استهدفت منشأة الشركة الاستراتيجية في ابوظبي واعترفت الامارات بثلاثة منها في مدينة صفحة صناعية في السياق كشفت وكالة بلومبرغ عن اضرار جسيمة لحقت بمنشأة النفط الاماراتية جراء الهجمات الجوية الاخيرة وتعرف الامارات بانها دولة تعتمد بشكل كبير في عوائدها المالية على التجارة والاستثمار الاجنبي وسياحة اضافة الى كونها بلدا نفطيا لكنها مع ذلك بلد صغير المساحة وقليل النفوس وعليه يقول المحللون ان الامارات لا تتحمل مثل هذه الضربات في حال استهدافها مرارا اشتركوا في القناة